جميلة يا بلدي ده اسم برنامجنا اللي بنلقي من خلاله الضوء على النعمة الكتيرة اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم بيها علينا وكمان بنلقي الضوء على الشباب الجميل والناس الحلوة الموجودة في مصر اللي حققت نجاحات كتيرة جداً سواء كانوا علماء فنانين أدباء مبتكرين الحقيقة مجالات كتيرة جداً قدر المصري أنه يخترقها وقدر أنه يثبت وجوده من خلالها وفي النهاية كلهم بنأكد من خلالهم أنك جميلة يا بلدي أنا من لبنان وأحلى الشيء عجبني في مصر شعبة وناسة كفاية أن مصر فيها حضارة 7000 سنة كفاية حلاوة المكان اللي احنا موجودين فيه أنا عن نفسي تاكن من خلالنا أحلى حاجة في مصر أحلمتنا الحلوة في بلدنا مصر وشوبرة يعني تحديداً هي بتبقى أحلى حاجة عندي يعني بصراحة بلدنا حلوة ما فيش كلام بس نحبها عشان تحبنا بأخلقنا الحلوة حياتنا هتبقى كلها أحلى نفسي نحن نتحد مع بعض كده ونرجع زي أيام زمان يد واحدة وما يكونش فيه اختلاف في البلد مصر هي بلدنا كلنا ووطننا كلنا بفكر كل مشاهدين بصفحاتنا على الفيسبوك اللي ظهر مع حضراتكم على الشاشة بعد الفاصل بنتوقف مع فاقرة السوشيال ميتي أول خبر معنا من خلال فاقرة السوشيال ميديا هو خبر خاص بفنانة فرنسية الحقيقة مبدعة للغاية لأنها استخدمت الكارتون في أنها تقدم لنا مجموعة من التصميمات رائعة الجمال زي ما حضراتكم شايفين مجموعة من التصميمات اللي بنقف قدامها منبهرين وده فعلا كان معظم التعليقات اللي جات من خلال طبعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الإبداع الفني فتاة أمريكية قدرت أنها تقدم لنا منتج رائع الجمال الحقيقة قامت بتحويل حافلة مدارس يعني أوتوبيس مدرسة كان قديم جدا وكان ملقى في مكان لجمع الأوتوبيسات القديمة هي أخدت الأوتوبيس دوت أو الحافلة دي وقامت بتحويله لمنزل شديد الجمال زي ما حضراتكم شايفين ومجهز بكل الإمكانيات المتاحة لسبل الراحة والرفاهية طبعا دي فكرة جميلة وأعتقد أن هي ممكن تكون من الأفكار اللي تساعد في تجميل المنازل أو حل كمان لمشكلة الإسكان ونروح لليابان والخبر التالت خاص بفنان ياباني لما حتشوفوا صوره اللي ظهر معنا على الشاشة حتعرفوا قد إيه هو مبدع وفنان متميز للغاية كلنا بنتخيل أن دي صور فوتوغرافية لكن الحقيقة أن هي مجموعة من الرسومات الزيتية اللي أبدع من خلالها هذا الفنان واللي كل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحقيقة يعني انبهروا واندهشوا من هذه الجودة وتقنية العالية اللي قدم بها هذا الفنان الياباني هذه اللوحات يعني فيه مواهب الحياة فعلا الواحد بيقف قدامها منبهر وبنتمنى أن هذه المواهب تكون كتيرة جدا وخصوصا في بلدنا ووصلنا مع كل مشاهدين لفقرة الفيديو القصير والفيديو اللي هنشوفه معاكم النهاردة لطفلين عمرهم لم يتعدى إلى عشرة والحقيقة هم طبعا طفلين رائعين ومتميزين للغاية وأبهروا كل رواد مواقع التواصل الاجتماعي لما شافوهم وتابعوهم وهم بيعزفوا على آلة الكمان على فكرة هما الاتنين الطفل الولد من أستراليا والبنت من سنغافورة هما الاتنين حصلوا على جائزة أفضل عازف للكمان على مستوى العائلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كلية الفنون التطبيقية جمعت حلوان الحقيقة عندها تجربة رائدة في مجال ربط الدراسة بسوق العمل على مدار أربع سنوات قامت بتنصيق ملتقى التوظيف للشباب والحقيقة كان في فرص كتيرة جدا تم خلقها وتقدمها لشباب كلية الفنون التطبيقية جمعت حلوان بعد الفاصل نتعرف على تفاصيل هذا الملتق كلية الفنون التطبيقية هي أحد كليات جامعة حلوان المصرية والكائنة بمنطقة الأورمان بمدينة الجيزة إلى جوار جامعة القاهرة ترجع نشط كلية في العصر الحديث إلى مدرسة الفنون والصناعة السلطانية ذات الطابع الهندسي والتي أنشأها محمد علي باشا في العام 1839 وعبر العديد من السنوات تغير شكل هذا الصرح العمل حتى تحول في نهاية الأمر إلى إحدى أهم كليات المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط على مدار أربعة عوام تقوم كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان بتنسيق ملتقى التوظيف لتشغيل خريج الكلية من الشباب وذلك بحضور كبريات الشركات الصناعية في العديد من تخصصات الكلية المختلفة كما توثر لهم فرص تدريب للطلبة وهذه المبادرة تتبنىها كثير من الجامعات الحكومية والخاصة من خلال ربط الدراسة بسوق العمل حيث تعد الطالب كخطوة هامة نحو الحياة العملية والمستقبل وعن الملتقة وزي ممكن نستفيد منه خلال السنوات القادمة بشكل أفضل كمان حيكون ديوفنا اللي حقدمونا معلومات في هذا الموضوع الأستاذة الدكتورة علا علي هاشم هي وكيل كلية الفنون التطبيقية للدراسات العليا والبحوث ورئيس قسم التصميم الداخلي والأثاس بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان برحب بحردتك معنا يا دكتور أهلا بيك كمان معنا دكتور أحمد مصطفى رموزي مدرس بقسم التصميم الصناعي ورئيس وحدة الترويج والتواصل بمكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان برحب بحردتك معنا يا دكتور أهلا بيك فكرة إيه اللي تم وإيه الفكرة جات إزاي وإيه اللي حصل خلال الأربعة سنوات هو من وقع الخارجين بتوعنا طبعا بيواكه سوق العمل فطبعا سوق العمل ده بيبقى محتاج مهارات معينة محتاج إن الخريجي بقى على تواصل مش بس لما يتخرج لا أثناء كمان ما بيكون في الفرق المختلفة لقينا إن أصحاب الأعمال برة لازم يكون لهم بصمة معنا في المناجد دراسية اللي إحنا بنقدمها للطلاب لأن ده يعني إحنا كليتنا أو الجامعة عموما جامعة حلوان بتعتبر من الجامعات يعني تعتبر المهنية فيها أساس كل شيء الخريج بتاعنا بيبقى عنده قدرة على إنه يبني مشروع ويديره ويتعامل مع سوق العمل بدون ما يحتاج دورات تدريبية علشان تؤهله لذلك هو بيتخرج أصلا أنتوا حاسبين الحسابات دي عنده كفاءة على كده وبالتالي يا مصر محتاجة كده محتاجة أن أنا أخرج يعني مش أقول رجل أعمال بس قادر على إنه يكون قائد لمشروع أي أن كان في أي مجال يعني أنتم الموضوع ده بتبددوه معايا منه هو في سنة أولى مش بتستنى في أكي سنة مش مش مجدي قد ما أنا أبتدي معا مش بس أنا به سوق العمل لو إحنا كان فيه تدريب صيفي بيأخذوا أي طالب بس لقينا إن لأ رجال الأعمال والصناعة لما بيدخلوا معايا ويحصل الكونيكشنز أكتر بيبقى دينا إمبريشن إزاي إن أنا أعد الطالب ودي له المهارات الكافية إنه هو من أول سنة أولى يبتدي لتدرج باحتكاكه بسوق العمل يعني إحنا حتى عاملين سكاديول بيننا وبينهم حاليا دلوقتي بالذات غرفة صناعة الأخشاب بالتحاد الصناعة ديناهم كل أسماء الطلاب بتوعنا في كل الفرق وبتدينا نضع معاهم إيه المهارات اللي أنا عايزيها في كل مستوى عشان الطالب طبعا بتاع سنة أولى المهاراته تختلف وكلها مترتبة على بعضها فبالتالي بيمشي مع الرجال الصناعة أو مع المصانع اللي بتدرب فيها المصنع هيستفيد لأنه هيبتدي يديروا المهارة الملأمة ويبتدي يحط عينه على الطالب المتميز ويصنفهم ويصنفهم كمان يعني مش كل الطلبة عندي ديزاينر هيتتخرج ويبقى ديزاينر ممكن طالب يبقى مصمم يعني ديزاينر اللي في قصة كرياتف واحد تاني بيكون قادر على أنه يدير مصنع واحد تالت في الماركتينج كويس النمازج اللي ظهرت أو اللي برزت في الموضوع دو وتحستوها ولمستوها تحديدا برزوا فين وإلى أي مدى كان فيه تعاون فعلا من الشركات والمصانع الأخرى يعني طبعا بدون ذكر أسل أو زي ما تفضلت الدكتورة أولا وشرحت احنا بيخرج من عندنا مصمم الديزاينر ده بيكون ليه كنتروبيوشن مساهمة في التصميم في وضع تصميمات للصناعة أو في الإنتاج نفسه في المصانع في مرأبة الجودة في كذا مجال كلها مرتبطة بعملية التصميم والإنتاج السيكل بتاعة الجامعة والمصنع السيكل بتكمل بعضها احنا بنعمل النولدج في الجامعة عشان ياخدها المصنع ينتج بيها يجيب فلوس يكسب ويرجع تاني يحط فلوس في الجامعة يساعد الجامعة والجامعة تطلع له مخرج فالسيكل تي لازم تبقى مقفولة دايما عشان تساعد بعضها دايرة بتلف معنا بالضبط بس انتوا اللي بتسعوا للشركات والمصانع ولا هي اللي بتيجي تسعوا احنا بنسعى وهم بيسعوا احنا بنسعى عشان نوفر للخريج فرص وبيئات تساعدوا في وقت الدراسة وفي نفس الوقت فرص للتدريب وبعد كده فرص للعمل والصناعة بتسعى انها تحصل على خريج جيد يقدر يساعدها في فعماية التصميم والانتاج بتاعتها عشان يقدر يطلع منتج متميز ينفس فيه بالاسواق فانا عندي خارجين كتير من الناس اثبتوا تباجدهم وبنعمل مؤتمرات علمية للاقسام كل سنة دا بيغدم في ان انا بضع الشركات في مؤتمرات علمية للاقسام فالشركة بتيجي تشوفني طول السنة فلما باجي يقولون عندي منتقى الخارجين هو بيجي بسرعة ويحجز لنفسه البوس بتاعه في الكلية عندنا عشان يقعد وياخد الخارجين يملوا استمارات معاه يقعدوا يشوفهم ولسه بالصدفة البحث عن ناس 7-4 أسمائين بارح للشركة من كم شهر فات فيه ناس الصناعة بتتواصل معنا تقول لنا رشحوا ناس ونحن بنرشح ونحن بصراحة الخارجين بتقوننا بيرفعوا رأسنا يعني أنا دائما ما فيش خريج ببعث ومكان يعني لو بعثت عدد لازم بتاخد منهم حد ولو بعثت واحد لازم بتاخد فهي ميزة الفنون التطبيقية في مصر يعني هي من اسمها الفنون التطبيقية احنا بنعمل المنتج الاستخدامي اليومي اللي حتاك بتستخدميه من الإبرة للصاروخ عشان نحسن جودة حياة الإنسان فما فيش حاجة الإنسان بتعامل معها كل يوم ما بتتعملش في الفنون التطبيقية احنا محتاجين نقاف عند الجزئيه دي فعلا انه برضو لازال فيه ناس ممكن تبقى مش مستوعبة يعني ايه كلمة فنون تطبيقية او ايه اللي بيشملوا هذا التخصص بس هناخد فاصل مع حضراتكم احنا سألنا الطلبة نفسهم داخل الكلية يعني ايه رؤيتهم لهذا الملتقى وازاي شايفين ان هم يعني اللي قبليهم اللي سبقوهم استفادوا هم ممكن يستفيدوا واللي جاي بعديهم ممكن يستفيد نشوف قراءهم ونسمعهم ونرجع نكمل مع حضراتكم ملتقى التوظيف بالنسبة لنا هو فرصة انا واحد جديد خرج من الكلية لسه حديث اغلب الناس ما تعرفش ايه هي كلياتنا ما تعرفش ايه هي اللي احنا بنعمله بالزبط فملتقى التوظيف بيتحلينا الفرصة من احنا نقرب شوية من سوق العمل ملتقى التوظيف دي حاجة مهمة جدا في الكلية بتاعتنا وكانت خطوة كويسة جدا الكلية عملتها بس الفكرة ان هي كان ناقصها شوية ترتيبات لازم تحصل قبلها زي انه لازم الشركات مثلا تبقى معروفة مين اللي جاي او يبقى معمول لها دعية اكتر من قبلها المتقى التوظيف مهم بالنسبة لنا كخريجين عشان يعني في ناس اصلا دلوقتي ما احتكتش بسوق العمل او احتكت بما تعرفش ايه الشركات اللي موجودة او هيخرج الى ايه لما يتخرج او ممكن اصلا ما يعرفش يدور على شغل فالمنتقى التوظيف مهم بالنسبة لنا ان احنا نتحتك بالشركات او الشركات تعرف الطالب ده بيعمل ايه او تيجي تعرف نبزة عن الطالب ده شيء مهم طبعا لكل طالب انه هو يبدأ يتقدم له وظائف وفرص من هو في الجامعة عشان يعني يتيح ليه حاجة كويسة انه هو يقدر يشتغل فيها في مجاله اللي محدش عارفه كتير انطقة التوظيف لما دخل هنا الجامعة اتحلنا ان الناس تعرف تسمع عننا بقى مجودة طالب انه هو يمركت لنفسه بره بقى يقل بكتير ان انا خلاص شركة مثلا ساي اكس جات هنا شافت شغلي عجبته شافت ان انا موهبة فهي هتقدمني الفرصة هتقدمني الجوب أفر على حسب مشروع تخرج اوه تفر الديزان اللي عجبهم وساعتها ده هيساعدني بكتير وهايسهل علي عملية ان انا بدل ان انا بسرش على الجوب هي اللي بتجيلي وفي نفس الوقت بيعمله سكاوت بيشوفه فعلا المواهب اللي تستحق التبني وهكذا وبيتطوره من الناس مرجع مرة تانية وطبعا شيء مشرف للغاية والحقيقة ده هيخليه برضو اسأل حضرتك عن فكرة او رؤيتك لهذا الملتقى ازاي ممكن تستفيد منه كل الجامعات او كل كليات المختلفة يعني هل ده ممكن بيكون اكتر مع الكليات العملية والكليات النظرية مالهاش نصيب ولا شايفة ممكن يتبع او يتم التنصيق من خلاله ازاي لا طبعا هو ممكن يتبع في كل الكليات بس في كل كلية وليها الكاركتر بتاعها وليها اسلوب الكنيكشنز او العلاقات اللي بينها وبين السوق العمل بتاعها بالزبط كده يعني احنا مثلا في الجامعة حاليا دلوقتي فيه تشجيع جامد لقصة الوحدات ذات الطبع الخاص الوحدات ذات الطبع الخاص الجامعة الكلية بتصرف على نفسها وممكن تكون هي وحدات منتجة في المجتمع فده يعني ده كمان بالنسبة للكاركتر كليتنا لا ده حاجة جميلة جدا وممكن لسه فيه وحدة للطبعات المنسوجات افتتحت قد ايه كنا ساعدين بيها خدمة الكلية وبتخدم خارج الكلية ويمكن دكتور حسيم ناقيب رئيس الجامعة الشؤون البيئة كان موجود وافتتحها وشفها فشجعنا احنا يعني انا كتصمين داخلي يعني اهتموا ان انتوا تعملوا وحدات يمكن بالنسبة لي انا 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 وحدتين واحدة للانتاج لان انا ممكن اصنع كل الاساس بتاع الجامعة كل أساس المجتمع الخارجي في بعض الأبنية التعليمية في مصر كلها بتطلب مننا نعمل يعني فحص للحاجات التي تأخذها من المصانع وبتلاقي فيها دفعات كتير في حين أننا لو عملت وحدة إنتاجية عندي لأ هتجيب لي عائد ليا أنا ككلية في نفس الوقت هتضرب ولادي وفي نفس الوقت هتخدم المجتمع يعني فكرة برضو أننا عندنا مدينة للأساس مدينة جديدة للأساس في الدميات دي ممكن برضو المدينة دي كلها تستفيد أنا مش عايزة أولي حديدك دلوقتي يعني إحنا تطبيقية الأم تطبيقية الدميات إحنا أولادنا الأساسة بروحوا هم اللي شغلينها فأصبح فيه connection ما بيننا وبينهم فيه رسائل علمية بنروح نناقشها وبنشجع أولاد الدميات على أنه أصبح دلوقتي المنتج في دميات أنت كان طبعا كان الدفعات اللي بتحصل هما طبعا أغلب أساسهم ستيل طراز فبالتالي كان بيجيب كتالوجات وبيبتدي يفنن فبيأخذ جزء اليوكانز على اليوسيز فبتطلع العمليات غلط فبالتالي أنت ما تقدرش تدخلي عليه وتقول له أنت غلط لكن لما ابنه أو حفيده بيتعلم الصح وبيجي يقول هو بالعكس فرحان به وبالتالي بيشجع أنه هو فيه استمرارية وممكن من ضمن الناس اللي احنا عزمناهم في المؤتمر القسم العلمي مصنع أنا رئيس مجلس الإدارة انبهارت بيه هو شاب صغير وسافر وأثبت وجوده ويمكن مش متخصص في نقطة طبقية بس إلى حد ما لا الفكر تغير وعنده استعداد أنه هو يعمل مع الكلية ويستفيد من خدمجين الكلية فلا يعني الموضوع مختلف تماما طيب دكتور أحمد يعني خلينا نسأل عن الصعوبات أو المعوقات اللي أكيد فيه شوية مشاكل حتى ولو كانت بسيطة ممكن تكون بتواجهكم في سبيل تحقيق الهدف الأكبر أو الأسمى في المجال ده إيه هو وحضرتك برضو شايف أنه ممكن العقبات دي لو اختفت ممكن تسهل لتخصصات أخرى في كليات أخرى زي المجال هو الملتقى بقاله السنة دي بتحديد السنة اللي فاتت بذات العميدة نشيطة بقيتنا أستاذتنا دكتورة ميسون قض فتحت الباب لكل خديقين الفنوة التطبيقية في مصر فبقاش مقتصر للتطبيقية حلوان احنا كليا الأم فاحنا استضفنا كل الديوف الملتقى كان فيه خرجين كليتنا وخرجين الأقسام من كليات في التحدي للفنوة التطبيقية في مصر والعشر كليات كانوا موجودين عندنا فده كان فيه فرصة للتواصل والتلاقي مع تطبيقية دميات مع تطبيقية بني سويف مع تطبيقية الجماعات الخاصة فالناس قابلت بعضها وتم استضافتهم عندنا واحدة من معوقات الأولى التي تحتاج عليها كانت مشكلة تعيين الناس أن أنا أعين بنت البنت هتيجي تتجوز وتتخطب وأنا أعديها مرتب وأجيب حد مكانها فأنا أدفع مرتبين وديه عشان منظلمش مصر بأمانة شديدة دي مشكلة عالمية بتحصل في أوروبا بتحصل بره والفكر ده موجود إحنا بنقدر نصرح بيه هنا بره ما بتصرحش بيه للظروف تانية عشان القانون بيجرامه والقانون هنا ده وقت يماشي في الاتجاه إنه ما بقاش فيه تفريق وإحنا بندي بالموضوع ده وفي مؤتمراتنا العلمية دائما بندي فرصة للبنات وبنجيب النماذج النكحة برضو في المجتمع اللي مسكين فعلا شغلوا ومشيينه من البنات عشان نعرف المصانع التانية اللي لسه عندها الفكر فيه مشكلة فدي مشكلة من المشاكل بس هتاخد وقتها زي ما هو في حضرتك لغاية ما هو يشوف عشان أنا قلت له من السنة دي يعني فيه شركة من الشركات قلت له خد حد من تانية وكالتا وانا بأؤكد لكن انت في ربع هتعينه بطماتك اللي انت هتعصد فيه المشكلة التانية المقاومة التغيير بس بصورة تانية أنا دوقتي عندي بيزنس وشغال بيبقى لي فترات طويلة السوق متغير دلاتي نتيجة التكنولوجيا كل يوم الصبح فيه حاجة جديدة في التكنولوجيا دي على طول لها يعني أثار جانبية سريعة جدا على معالية التصميم التصميم والمنتج والإنتاج وكل حاجة والأسعار في العالم وكل حاجة فالشركة اللي شغالة بنفس الفكر هذا ما وجدنا عليها أباؤنا وإحنا كنا شغالين به وكويس وماشيين له بنكسب هي بتكسب دلوقتي بعد سنتين مش هتكسب بعد خمس سنين هتختفي فدول عندهم مشكلة فما يجي أقول له خد خريج يقول لي لأ أنا عندي تصميمات شغال بيها بقى لي لأ أنت محتاج ديزاينر يقض معك يعيد سياقل التصميمات دي بفكرة حديث ففيه شركات ما زالت منغلق على نفسها بتنزل وحادقة هكي بتشوفي منتجات ما زالت موجودة في السوق بقى لها 10 و 15 سنة نتغيرش لمجرد أنها بيبيعها بس مع الوقت الموضوع هيتغير تماما الشركات دي مش هتصميمات يعني إذا لدينا برضو الحمد لله أن حتى مشاكلنا مشاكل ممكن محتاجش للتغيير في الفكرة أو في الوعي عايزة ووقت ووعي ووقت ووعي فحنا بنحاول نأبروتش الناس دي بنوصل لهم بعضهم بيستجيب بعضهم بيقاوم بس يعني في 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 لا مفر من التغيير أنا بشكركم شكرا جزيلا وسعيدة جدا بهذه التجربة المتميزة وإن شاء الله ومزيد من النجاح ومزيد من التوفيق لحضراتكم ولكل الطلبة والطالبات عندكم شكرا عليك شكرا ستوافقنا شكرا بشكر كل المشاهدين على المتابعة ونتمنى أن احنا نشوف يعني نماذج كتير جميلة زي طلبة كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان نتمنى أنه الكليات كلها والجامعات كلها تهتم بفكرة ربط الدراسة بسوق العمل ونتمنى على الجانب الآخر كمان أنه الشركات والمصانع وأي مؤسسات ممكن تفتح أبوابها للطلبة سواء للتدريب أو للتعيين لخلق فرص عمل نتمنى أن كل ده يحصل وبالتأكيد ده حيخلينا نأكد دايما أن الجميلة يا بنا